انتقد الاتحاد الأوروبي اقصى العشرات من رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة من قبل نظام أردوغان منذ العام الماضي بدعوة محاربة الإرهاب وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن تطبيق تشريع جنائي موسع أو مكافحة الإرهاب في تركيا لا يجب أن يتم الأسباب سياسية لأن ذلك يقود بشكل خطير الأداء الصحيح للديمقراطية المحلية ومنذ أغسطس الماضي أقصى نظام أردوغان نحو 45 رئيس بلدية من حزب شعوب الديمقراطي الكردي المعارض وعين آخرين لإدارة البلديات كما اعتقل المئات من السياسيين